اللهم صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم اطيب لي أن أحظى بشرف وشرفية خدمة أحد الشهداء الأبرار الذين سقطوا على هذه الأرض الطاهرة نسأل الله لهم الرضوان والسعادة في دار الحيوان الحقيقي دار الحياء الحقيقية وأن يجعلنا وإياهم من أهل خدمة دينه ومرضادي أظم الله أجورنا وأجوركم كأني بزينب سلام الله عليها لما وصلت إلى مفرق طريقين وإذا بالحادي يقول إلى الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله هذا مفرق طريقين طريق يؤدي بنا إلى الكوف وطريق يؤدي بنا إلى المدينة سيدي يا ابن رسول الله أي الطريقين نسلوك وإذا بالإمام زين العابدين جاء إلى عمته زينب جاء إلى عم زينب إن الحاذي يقول هذا مفرق طريقين طريق يؤدي بنا إلى المدينة وطريق يؤدي بنا إلى كربلا أسألك بالله أخي المؤمن لو سألوكم قلبكم اليوم وهذه الأيام أليس متعلقا بقبر الحسين وبزيارة يا أبي عبد الله الحسين إشلون زينب إشلون عزيزة الحسين إشلون عقيلة الحسين إشلون أخت الحسين قلبها معز مع الحسين وإذا بزينب تقول صرخت كل الحاذي يمر بنا على كربلا قولوا الحاذين يمر بالغارية سلم على الولي أنصب لا عزيز قولوا الحاذين يمر بنا على حسين نبغي نزور حسين ونشوف أندي فنوان والله لروي قبر أخويا بدمعة العان ويا ليت عند القبور تحضرني المنية نأذى العليل ومدمعة بالخاذ مدروف اصنع معانا اليوم يا نعمان معروف مروا بعماتي وخواتي برض لطفوف قل فلعصي لك أمار يبني الشوفية وإذا عرجوا على قبر الحسين كان أول منزار وصل إلى القبر هو جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل ومعه عطي العوفي قال ألمسني قبر الحسين فلما جاء إلى النهر واختسله ثم جاء إلى قبر الحسين وإذا به يتمرغ بقبر الحسين ويناذي حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه وأن لك بالجواب وقد شخبت أوذاجك بأثباجك وفرق بين رأسك وجسدك غير أن قلوب المؤمنين غير شاك سيدي في حياتك أنك حي لم تمت ولا تحسب أن الذين قتلوا وهذا الشهيد موالي يوسف موالي رحمة الله عليه من الشهداء الأحياء ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون غير أن قلوب المؤمنين غير شاك في حياتك غير شاك في حياتك ولا راضي بفراقك بينما هما كذلك إذ وصل الضعينة الحسين أيها حسين وإذا بزينب تنظر عند قبر الحسين هناك من يجلس عند قبر الحسين وإذا بها تناذي بلسان الحال يا نازلين بكربلا هل عندك خبر بقتلانا وما أعلامها وما أعلامها ما حال جيثة ميت في أرضك بقيت ثلاثا لا يزار مقامها وعرجوا على قبر الحسين لكن بأي حالة بأي حالة رمين بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تنذب وحسينا وهي لاطمة وتلك تنادي ويتماه في الصغر وعرج على قبر الشهيد وصار لنياح والعابد السجاد من فوق الجملطة وزينب تناذي آهيا عز قضا وراح خرت على قبر ويتاماها سوية وحسينا رمت بنفسها زينب على قبر أخيها الحسين مناذية أخي حسين أخي أبا عبد الله قد جيناك بعد الساب من بلد إلى بلد يقول الإمام زين العابدين والله لقد خشينا على عمتنا زينب أن تموت حسرة على أخيها على قبر أخيها الحسين تأخذ التراب تضعف على رأسها تهيل التراب وهي تبكي تارة يغشى عليها وتفيق تارة أخرى أخذت تشكلي الحسين شي تقول للحسين سلام الله عليه إذ قلا أرحنا الشام آية الشام ما ينوصف طريها عساني موسد بقبري ولا طبيت وديها يا خوي يقصر لساني أنا أحوالي الطحت بيها مثل عبيد علوج بن ميا يسون إذ قل لمن دخلنا يا عزيزي بلدة الشام من قبل ما ندخل علينا رفة أعلام جن سبايا الروم عدهم إحنا إسلام والخلق كلها معيدا وتلبس الزين ومصابا بعد ذقائق أربع دقائق ثلاث دقائق وأسألكم الدعاء اجي تشتكي عند الحسين عند أخيها تخبره بما جرى عليها يقول أحدهم كأنما زينب ها كأن صوت من داخل قبر الحسين ينادي زينب زينب أين بنيتي رقية أين بنيتي رقية من قبر من قبر الشهيد الصوت طالع من قبر الحسين رقى يهوان يا زينب خبريني الصغيرة رقى يهوان يا زينب خبريني الصغيرة سمعت صوات يا زينب وعرفت وعرفت لي خبريني الصغيرة رقى يهوان يا زينب خبريني الصغيرة وعرفت رقى يهوان يا زينب خبريني الصغير قالت أخي حسين لقد تركناها بالشام لما رأت رأسك يقول الإمام زين العابدين بينما نحن كذلك إذ رفعت رأسها قلنا قلنا عم زينب قال لها الإمام زين العابدين أنا أذري عن من تبحثين قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي دلني على قبر أبي الفضل العباس وأومت على أخوها أبو فاضل تناذيه ديق عديا من قطعه على جودها أياذي ماضي يا أخوي الشام ترضى انطب بواذيه يا كرام ما تاخذكم الغيرة عليه عفتك أيام كل يوم بعام عفتك أيام كل يوم بعام وقوم وشوف مصابك أعظم لو هضم الشام قوم وشوف مصابك أعظم لو هضم الشام أني زينب وجيتي من الإسور يامك يا مين طاحو تواذر على الأرض جسمك أبادي من طحيت يا ابنه من قيد ذامي وقعيت من ما ركع الأرض جسمك أولو قلبك يا أخوي يسعر جسمك أني قلبي يسعر من جامرتي خيامي عفتك أيام كل يوم بعام عفتك أيام كل يوم بعام وقوم وشوف مصابك أعظم لو هضم الشام قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآن للحفر يا الله ونحن عند رضة الشهيد نتوجه إلى الشهيد بن الشهيد إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلى الله أن يلهمنا الصبر والثبات على المبدأ والتوفيق في مسيرة الشهداء الأبرار اللهم تغمد شهيدنا السعيد الغالي يوسف موالي وكل شهدائنا الأبرار وشهداء أهل البيت ومسيرة أهل البيت وزوار أبي عبد الله وكل شهيد من أجل الحق ومن أجل الدين ومن أجل الإسلام ومن أجل المبدأ والحق اللهم تغمده بواسع رحمتك وعندك نحتسبه يا رب العالمين احشره اللهم في زمرة الشهداء والنبيين والصديقين والصالحين واحشرنا وإياهم في زمرة محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين إلى روحه وأرواح الشهداء الأبرار رحم الله معيد الفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة